السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي يارب تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة عندنا روتين جامد جامد وعندنا قصة جامدة 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 ركزوا معايا اعمل الفيديو لايك وشاهدي الفيديو وشياري الفيديو وجزاكم الله كل خير ونخش قوام عشان عندنا روتين غير طبيعي غير طبيعي جاية بملاية وكل شوية تقلع وقلعت البنطلون قدامي الناس ايه ده ايه ده ايه ده ده حاجة مش طبيعية والرجل ده جايبها اا والبيتي دي مش طبيعية وهو في ايه يا نهارا بيد لا لا الموضوع غريب 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 هي ده القصة بتاعتنا غريبة جدا جدا زي ما اتحكت لي من صاحبتي هقولها لكم من بقها لبقي لودانكم تمام؟ النهاردة عندنا روتين جامد جدا 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 جيت الصبح لقيت لكم المطبخ غير طبيعي غير طبيعي غير طبيعي يعني ايه غير طبيعي؟ يعني بوصوا التلاجة ملزقة عليها شوكالاتة عليها نوتلا الكراسي عليها سكر وعليها دقيق الارض عليها سكر وعليها دقيق كل حاجة مسكرة وكل حاجة ملزقة يختشي ايه كل الحاجات والمحتاجات دي مامي يا جماعة اول حاجة عملتها ان انا اتشمرت كده واتنحررت وقلت لازم اصبن كل الاشياء دي مش عارفة مش خالص وكمان ايه بقى اصبن المطبخ كله وزا ما انتم شايفين الدراف كده بعملها طبعا ناسا اللي مهتمية بالروتين طب بتنظفي بقية نصرة بنظف بخل وصابون موعين صابون عادي فير او اي حاجة ومعانا حاجة فيها صابون ومية دافية والحاجة التانية فيها خل ومية دافية ومعانا فوتين ننظف واللمع بيه ونخلي الدنيا فلة 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 مزقزقة تمام؟ وكمان همسك الارضية معاكم بالسلكة امروشها مرشا بين تلازينة وكمان هنا مقدرتش استنى الازاز مستفز جدا الجزء ده بالذات مستفز مطبع مطبع ما تعرفوش واكل حلاوة واكل ايس كريم واكل واكل حلويات كان لازم ان انا انضفه تمام؟ ايه تانية نصرق كمان هعمل معاكم الماكرويف وكمان الارفوف اللي انتم شايفين هزيها بصبنها وكمان الفرن الصغير العقيم ده برضو هصبنه تمام؟ زي ما انتم شايفينه كده في ردة ومش نديف وكمان هلمع الشباك بتاع المطبخ اللي قدامكو ده اللي قصادي من بره لانه ملطش كده وكله تراب تمام؟ كل الاشياء ده انا هعملها معاكم امان عليك يا جماعة ما تجروش الفيديو لان لما بتجرو الفيديو الفيديو بيقع وما بيجيبش اي حاجة بيبقى زي اللوتو خالص بس مش طالبة منكم بس غير ان انتو تشاهدوا الفيديو تعملوا له لايك وبس جزاكم الله كل خير ومش عايز ارخم في ان انا كل شي اطلب منكم تلابات مرة حالة محشي مرة سندودش ملوخية لا كتير كتير انا عارفة ان انتو بتزاقوا من تلاباتي بس معلش يا حبيب قلبي انا بحس ان انتو اهلي وصحابي وخواتي جزاكم الله كل خير تمام؟ يا حلوين يا مقطقطين واذا ما انتم شايفين كده بنصرة بتشيل الحاجة اللي عرفه ويعني شغل اشتغل من الاخر من الاخر من الاخر تمام يا حلوين؟ تماما يا حلوين وتنشطه يا حبيب نصرة معايا كده وتنشطهم وتشطارهم وادقليجهم وما قموا كده يولا تشتغل وكده يولاد كد Henri اللي عندي شغلانا يقوم يعملها يوم يعملها ي السند�ب يقوم يعملها بس يجيبلي طباح امعين تماما يا حلوين؟ تماما يا حلوين اماع ياخواتي بكلم مين الله ما سلل وتسلل عليك يا سيدنا النبي بكلم صاحبتي ياختي بقالها أسبوع ما سألتش فيها الستة دي بتاعت مصلحتها ما تسألش فيها غير لما أنا أكلم إيه ياختي النسوان دي أنا مش عارفة أنا مش كده خارس المهم بتصل بها إيه يا ستة كلها عملة إيه وبتاعه مش عارفة إيه كويسة ولا ما كنتش فادية والحكاية والرواية سكوتي قلت لها إيه ياختي في إيه قالت لسكوتي مش عم عم إيه مش عارفة راجل كده شغال معاهم بيعمل شي وقهوة لقيته ياختي داخل علي هي كان في شغلها شغلها اللي أنا ميت مرة قلت لها سيبي الشغلانة دي الشغلانة دي خطرة بلاش منها ما فيش فايدة يا أخوات كل ما تكلمة تقول لك زروفي طب يا موافقة زروفي وأنا وغضى قرد وأنا وغضى مش عارفة إيه وعايزة سد يعني هم الألف جنيه اللي هيسددولك تقول لها أنا ويتسرد الزير أه ناكل بالألف جنيه أنا وابني والقرد أسده وعمله أقولت لها وربنا يعينك المهم يا جماعة وهي طبعا موقفة كده في المدبح زمانتوا عارفين هي بتنظف يعني معناها والله يعني بصراحة أنا مبهدلة نفسها والشغل مش عيد بس هي بصراحة مبهدلة نفسها يعني هي مستوها مش كده خالص يالله ربنا يسلح الحل الجميع المهم يا حبايب قلبي لقيتل بتقول لي لقيت الرجل داخل علي بوحدة الرجل كبير كده داخل علي بوحدة في المدبح وبيقول لي البت دي عايزة تخش الحمام بيقول لي أمان عليك توقفلها طبعا انتي عارفة إيه؟ انتوا عارفين يا حبايب قلبي المدبح أغلبيته شباب ورجالة وبتاع ودي واحدة غريبة لمواغزة يعني إذا نقتعيس خش الحمام واني يا حبايب قلبي قعدت على عرافيسي عشان طبعا أصب لاني طبعا ما ينفعش عواطي رغم ان أنا عندي 150 سنة لكن برضو علشان المعجبين بتوعي ما يشوفونيش وانا ما تبقى منزري وحش قوي 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 تمام يا حلوين المهم قامت ايه وقفت لها طبعا بتقول لي انت ما اندخلتش المتبح من جو بتقول لي الموافق المتبح ياختي من جو ايه في طرقة كده وفيها حمامات عالجنبين حمامات كتير وطبعا أغلبية الحمامات الرجالة اللي بتدخلها ايه المهم بتقولك البيت جات في الطرقة مش اللي هتخش الحمام ده تقلع لمواغزة في الحمام لا لمواغزة دي قلعت فين قلعت فين قلعت في الطرقة البنطلين هارسفد المتبح ماليا رجالة خش 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 تقول لها ما نقص سنقص خش الحمام ما تخش وتلعب في الحمام هاريحوس وانت تلعب لما تخش ايه المهمة بقولها طب انت يا ولاي قال له عرفك بيها قالت لي ايه مهمة ستها في الحمام الراجل قال لي دخل دخلها الحمام قالت لك ده انا مش عارفة عندي مشكلة عن دماغز ولا مهمة دخلت الحمام وراجل قال لها ايه بص تعالي شوف التوك توك بره بيقول ايه المهم ما طلعت تكتك قال لها الست اللي دخلت دلوقتي هنا في ملاية انت جايبها منين قال لها جايبها من الحتة الفلاني طبعا هنمشةقولها على اسم الحتة تمام والملية دي خديها قال لها الست دي كات معها الملاية دي حاولها لكتل ماشي خدت الملاية صحبتي خدت الملاية وفضلت وقفة على الباب لما صحبتنا خلصت وتلعت بتقول لي ايه بقى صحبتي بتقول لي حافية تمام ولبسة بانطلون ورفيعة ولبسة بانطلون وشابة صغيرة بتاع 20-18-19 وحالها يصعب على الكافر وكات نايمة في الشارع بقول لي حكاية الملاية دي قالت لي في ناس ولاد حلال الدهالي لأنه لأن نايمة كنت نايمة في جنانة مش لقيا غطا فهدفوني بملاية فهل حاولي قوة اللي بله صعبت على صاحبتي وكمان من كلام صاحبتي صعبت علي أنا اللي ما شفتاش المهم تسكت صاحبتي لأ ما تسكتش لأت البيتة حافية قايت لها بصي أنا هروح البيتة عندي بيتها قريب من المادبح هروح البيتة أجيب لك إيه أجيب لك إيه أجيب لك شب شب وأجيب لك عباية تستورك لأن البلوزة اللي أنت لابسها دي يا بنت مبينة جسمك والبلوزة إيه ديقة وصغيرة وكده ويعني مش حلوة ويعني المهم وأجيب لك حاجة تكلها المهم معاك فلوس لما معيش فلوس المهم قايت لها أنا إيه أنا بيت قريب هنا هو هروح البيتة قايت لها لأجي معاك يا بنت خليك أنا جاي لأجي معاك لأجي معاك المهم خدتها وراحت بيها البيت عندها صاحبتي سكنة في الدور العالي المهم طلعت وأول ما دخلت عند صاحبتي في الطرقة كده طبعا قالت لها أنا خش الحمام قالت لها ماشي خش يا حبيبت خش خد دش واستحم البت عليها عفرت يا ولاد اسمه القلعة في الطرقة وقبل ما تخش الحمام قلعة قالت لها إيه يا بيت الحمام إيه الناس بتايلها في الحمام تبتلها برا الحمام ليه خش الحمام أقول لها يا بيت هي فقدة الأهلية تقول لي لا أقول لها بيت أنت مجنونة تدخلي واحدة بيتك أنت ما تعرفوهاش لا بص يا جماعة هنا لنا وقفة بص يا جماعة هنا لنا وقفة بجلد إحنا كبنة أدمين لازم نكون حتة الحمية دي فينا يعني نعطف على حيوان على بنا آدم أي بنا آدم سواء مسلم غير مسلم يعني بصوا كل خير بتعملوه إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيقعدوا لأي بنا آدم أي بنا آدم يعمل خير يا أولاد الخير هيعود له في صحته إن ما كانش في صحته تكون في آخرته المهم الخير ربنا هيجزيع عنه في أي شيء يخطر على بالكم تمام يا حبيب قلبي لكن يعني كويس إن انت تشوف حد ظروفه كده أو تعبان أو مليش دعوة بسلوكياته أو هو رايح فين أو هو عامل إيه نعمل خير معاه يعني نأكله نديله فلوس نسطره نجيب له هدمة نجيب له شب شب نجيب له يعني نساعده لكن بلاش حتة ندخل حد عندنا البيت بلاش حتة ندخل حد عندنا البيت ما نعرفهوش لمه أغزة لبيت ولا راجل يعني إحنا نخاف من الراجل ندخله البيت ومش نخاف من واحدة ستة أو بيت ندخلها البيت ما إحنا ما نعرفهاش يا جماعة رغم أن صاحبتي جت لها واحدة قبل كده من فترة طويلة سرقت حلقها وسرقت هدومها وسرقت لعب عيالها كانت صاحبتي صغيرة من فترة طويلة بتقول لي برضو جات واحدة غلبانا والحكاية وروا قلت إيه تقعد لما نشوف لها الشغلانا سرقتها وأشاطتها ومشت قلت له طب دا يعني دا اسمه كلام تقول لي بكلمة قلت له بنت هو أنت منين تقول لها أنا مش في بلد الفلاني هو أنت متجوز تقول له أه متجوزة وعندها صاحبتي تقول لي لا الجسمها والشكلها مش بان عليها أنها متجوزة قلت له لا أنت هتخطبها هتحقق معاها هي يعني هتقول لك الحقيقة يعني أكيد أكيد في حاجة في حياتها مش هتقولها لك يعني يعني أنت أصلا يعني ماينفعش يا جماعة والله يا جماعة ماينفع ماشي قلبكه كبير وإحنا ينين وبيصعب علينا وأنا بيصعب علي أي حد وبيصعب علي أي البني آدم والحيوان والنبات كل حاجة بتصعب علي أنا مش ملاك أنا إنسانة كل حاجة بتصعب علي بس أعمل إيه اللي في مقدرتي أأكل أساعد أجيب هدمة لحد أعمل حاجة ده اللي أقدر علي إنما أخذ حد البيت أدخله بيتي ماينفعش مايمكن لقدر الله البيت دي وراها شوية الناس مش كويسين تعرف المكان يجو الناس يعملوا حاجة في البيت ده مايمكن يعني إحنا ما نعرفش لحد أنت تعرف الناس إزاي ما أنت مش عارفاهم المهم صاحبتي بتقول لي قلت لها طيب بتقول لي جبت لها عباية وجبت لها شب شب وعملت لها شاي وكان عندي بسكوت حطتها لها أكلت وشربت الشاي ودخلت استحمت ولقيت ألم روج وصد منها حطت روج ومش عارفة تحطه ولا تنيله بقها كبير كده ومش عارفة تحط الروج أقول لها زبطي تتحك وقلت لها ممكن هابلة قالت لها البيت دي شكلاك ده زي ما كون شارب حاجة المهم ابنة ابن صاحبتك لسه منزلش الشغل الصبح تقوا بنزل على الظهر كده أو على أخر النهار قال لها اي يما اللي انت جايبها دي ها ريسوت اي يما اللي انت جايبها دي هنا حبايب قلب الدنيا معتمة قال لأنا أنا طلعت عندي الشباك وحاولت الكاميرا كده حاولتها تمام فاطلعت دنيا معتمة شوي ايه المهم ايه يما اللي انت جايبها دي يما حرام عليك يما انت كل شوي يما تطلع لنا بحاجة قالت لها والله قلبي وكلني عليها صعبان علي جبت لها العباية أخديها قالت لي لأ أنا محبش ألبس العبيات طيب عندك سجارة أنا نفس الشاب سجارة وهنا يا حبيب قلبي عدت كده على ركبي ومعايا السلكة وامرش بقى البلاط عايز أقول لكم البلاط والله كان كله ملزق سكر ونوتيلا ومرار طافح ملزق ملزق يعني مش عارفة المهم عال سريح كده إيه بصبنه كده المهم قلت لي يا ستي يعني أنت عمل الخير بس بلاش ده خطر أنت بتقولي قبل كده دخلت واحدة عندك سرائتك ممكن واحدة تخش تعمل فيك حاجة تفكر تحت الأوبة شيخ تتبحك ولا تعملك ولا تنييلك ولا تخضرك تاخد لو أي حاجة تفتكر أنت معاك حاجة تاخدها ما تعرضش نفسك للقطر تقولي الصراحة بقت صعبونة علي وتقولي أنا عايزة أعود معاك على طول قالت لها معاك تليفون صاحبتها قلت لها معايا تليفون قالت لها تبخوض تصليلي بالرقم ده رح تصحبت التسط بالرقم الرقم ما بيرودش بتقول لها رقم من ده أهلك يعني ولا كده قالت لها لا المهم أنا مش هقول لكم إيه هو الرقم يعني هي اتصلت وقالت إيه وقالت لها إيه ده كلام يعني مش هيفرق معايا ولا معاكو في حق يعني المهم حبيب قلبي كل اللي أنا بقوله نحافظ على نفسنا ونحافظ على حياتنا ما نعلمش في إيه لكن ممكن نقدر نساعد زي ما قلنا بالإطعام أو بأن أنت تطلقي حاجة الوجه اللي أو أنت تساعد حد أو تقف جنب حد أو تستري حد بهدمة أو أي إن كان لكن بلاش حتة أن أنتوا تدخلوا حد بيتكم أنتوا ما تعرفوش يا جماعة يا جماعة بتكلم بجد صاحبتي ما بتتعلمش إلا إن هي قبل كده قالت لي إن هي دخلت واحدة عندها وسرقتها من سنين طويلة فقال ليه تاني بتكرري نفس الموال المهم البت عايزة تقعد عندها وبتقول لها تعالي معايا أنا عايزة أبقى معك على طول عايزين نبقى أصحاب وبقتلها نبقى أصحاب فين وأبقى معك على طول فين قالت لها بصي لا ما ينفعش أنت ما ينفعش تيجي هنا تاني أنا عيالي تخنقوا معي عيالي بيجوا هنا ومش عارف إيه ومدرك إيه وهي منزليها وسط البواب قلتوا البيت دي لو جات هنا تاني ما تدخلاش بتقول لنا بعد كل اللي عملتوا دخفت منها لتيجي تاني ويحصل مشاكل وعيالي اللي هي عيال تانية بيجوا يعني بيجوا لي بتحصل مشكلة وعيالي تخنقوا معايا يضربوها يعملوا فيها حاجة المهم بقيت خايفة قلت لها لا خلاص بها على الله وما تكرريش الموضوع ده تاني وربنا يا رب يصلح الحل المسلمين لنا وليكم ولكل الناس وسشوفكم على خلوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته